التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في المكتب التنفيذي عصر اليوم فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له حيث بحث سموه والرئيس المصري العلاقات الأخوية المتينة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية مصر وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال استقباله فخامة الرئيس المصري بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي أن مصر القوية هي سند لكل العرب وأن العلاقات المصرية الإماراتية ليست علاقات دبلوماسية اعتيادية بل هي علاقات محبة وإخوة وشراكة رسخها الشيخ زايد رحمه الله ورفع بنيانها الشيخ خليفة حفظه الله وإخوانه ويعزز هذه الأخوة اليوم علاقة راسخة بين الحكومتين ومصالح متبادلة بين الشعبين الشقيقين كما رحب سمو بفخامة الرئيس المصري في بلده الإمارات مشيرا إلى أن مصر وشعبها وقيادتها كانوا ولا زالوا شركاء لدولة الإمارات منذ تأسيسها في كافة المجالات التعليمية والثقافية والاقتصادية والحكومية وأن العلاقات النموذجية التي بنتها دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية تمثل العلاقات العربية بين الأشقاء كما ينبغي وكما أرادها زايد رحمه الله وكما يحبها الشعبين الشقيقين وقد جرى أيضا خلال اللقاء تناول أوجه التعاون بين دولة الإمارات ومصر وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين حيث أكد سموه على أهمية تنويع وتوسيع نطاق التعاون بينهما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وقد عرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها حتى العام 2021 على فخامة الرئيس المصري كما عرض سموه على الوفد الزائر الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات في تعزيز المكانة التنافسية للدولة عبر مجموعة من الأنظمة والمؤسسات والمجالس التي تعمل كفريق عمل واحد لتعزيز تنافسية الدولة وتطوير حوكمة المؤسسات وأنظمة وإجراءات كافة الوزارات والهيئات كما عرض سموه على الوفد الزائر أيضا تجربة دولة الإمارات في تنفيذ وتطوير استراتيجيات طويلة المدى ووضع أنظمة لمتابعة الأداء في كافة الوزارات والهيئات الاتحادية والعمل أيضا على تطوير جيل جديد من القيادات الحكومية بالإضافة لبرامج تطوير الخبراء والمتخصصين في مجالات الجودة والابتكار في القطاع الحكومي وأشار سموه أيضا خلال حديثه مع فخامة الرئيس المصري والوفد الزائر إلى تجربة الحكومة الذكية في دولة الإمارات والخطة والبرامج التي اعتمدتها لتحويل الخدمات الحكومية التقليدية لتكون متاحة عبر الهواتف الذكية لجمهور المتعاملين عبر استخدام الأنظمة التقنية الحديثة بالإضافة لذلك جرى خلال اللقاء بحث مجريات التطورات في المنطقة وتبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك كما أعرب سموه عن تفاؤله بنجاحات القيادة المصرية الجديدة برئاسة المشير عبد الفتاح السيسي في تحقيق الخير والنماء لمصر وتأسيس مرحلة جديدة تواصل فيه مصر مسيرة البناء والتقدم وتمارس دورها المحوري في المنطقة متمنيا سموه لمصر كل خير وعزة ورفعة وأن تنعم على الدوام بالأمن والاستقرار وأن يحقق الشعب المصري الكريم كافة تطلعاته وآماله حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية مصر العربية ومعالي محمد بن الخير الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وأسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي ترجمة نانسي قنقر